أفد مكتب إدارة نظام الملاح عبر الأقمار الصناعية في الصين أنه منذ اكتماله وفت تحييتي عام 2020 ظل نظام بيدو ثلاثة للملاح عبر الأقمار الصناعية يعمل بشكل مستمر ومستقر وموثوق ويوفر باستمرار خدمة ملاح قوي عبر الأقمار الصناعية وقد تم التحقق بشكل كامل من قدرات الخدمة المميزة مثل الدقة العالية والرسائل القصيرة وفقا للحصائات تم تطبيق نظام بيدو على أكثر من 7.9 مليون مركبة تعمل على الطرق وأكثر من 47 ألف سفينة وأكثر من 40 ألف مركبة بريدية سريعة وتم تطبيق ما يقرم من 8 ألاف نهاية طرفية لبيدو من نماذج مختلفة والترويج لها في مجال السكك الحديدية وزاد عدد الآلات الزراعية باستخدام القيادة الذاتية للنظام بيدو أكثر من 100 ألف حيث تغطي جميع المهام مثل الحرث العميق والزرع والبذر وحماية النباتات والحصاد ومعالجة القش والتجفيف وتبقت خدمة بايتو للاتصالات بالرسائل القصيرة في 2587 خزانة للمياه وانشئت محطات رست بايتو في 650 منطقة مهددة بالانهيارات الأرضية وتجاوز عدد الدراجات المشتركة المجهزة برقائق بايتو الملاحية عالية الدقة لتحديد المواقع 5 ملايين دراجة تغطي أكثر من 450 مدينة في جميع أنحاء البلاد واستنادا إلى وظيفة الملاحة عالية الدقة على مستوى المصار في بايتو فقد تم تجربها بنجاح في ثمانية مدن وتم تعميمها تدريجيا في جميع أنحاء البلاد وحققت بايتو المكان الرئيسي في مجال خراءة الملاحة المحلية ويعمل نظام بايتو على تغطية جميع مناح الحياة بشكل كامل ويصبح حجر الزاوية والمحرك الأساسي لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي الوقت نفسه يستمر المصارى التنمية الدولي لنظام بايتو في التعمق ويساهم نظام بايتو بنشاط في بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية وفي المستقبل مع تسريع تسويق وتصنيع وتدويل تطبيق بايتو على نتاق واسع سيقوم نظام بايتو أيضا بتطوير مجموعة متنوعة من تقنيات توقيت الملاحة وتحديد المواقع لتوفير الدعم الأساسي للتنمية الذكية وغير المأهولة